أنت من جيل، يعني أنت خريج 2003 ما عصرتش للنكسة ولا الهزيمة إنما لك قصيدة لها علاقة بفكرة الانسحاب والانكسار اسمها انسحب كلنا عصرنا الناكسة اللي ما عصرش الناكسة وهو عايش لكنه تناكس بيها لأنها حصلت انسحبوا إهداء للجنود المصريين اللي صدرت ليهم الأوامر العشوائية بالانسحاب بدون خطة انسحاب الجصيدة إهداء للناس دي بس مش الناس اللي رجعت الجصيدة إهداء للجنود المصريين اللي صدرت إليهم أوامر الانسحاب بدون خطة انسحاب حفظوا على موقعه وما انسحبوش انسحبوا كان اللي سلكي بعيد والعسكري ما اسمعش انسحبوا شوف العجب يا ولاد العسكري ما ارجعش انسحبوا اطرش دا ولا صنم ارجع يا جندي بيادة دخل العدو العريش ارجع خلاص بزيادة العسكري سامع لكنه واد مجدع شال اربيجيه وضحك ايش معنى ان انا اللي ارجع وجف الزمن مزهول ساعتين بيشاهد الجندي جام كبر المدفع تشاهد الدبابات ظهرت ارجع يا جند نظام دا كان كلام القيادة وضا برضو وقت كلام وجف الولد ددبان يا سادة يا سمعين صادهم كما الدبان محروص يا واد ملعين الدبابات صفين اتفاجئوا وافترقوا على كتفه كان مدفع وعلى الجبين عرقوا غطى العفار النار ولا حد عاد شايف والدبابات بتهل وده برضو مش خايف الضحك على وشه وما تقولش بيصيف ولسه الزمن واقف مبسوط ومتكيف الدبابات كترت والكترة غلابة والجلب لو مؤمن ولا الف دبابة حتقولوا مات الولد انا جلكم له عاش ما الجنة ولا فيها موت ولا تدخل ببلاش انا جنبا انا جنبا